بسم الله الرحمن الرحيم وليعلمن الكالبين أم حسب الذين يعملون الزيئات أن يسبقون أساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لآث وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعنوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بها ليس لتبي علم فلا تطعهما إلي موجركم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوديك الله جعل بسنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نطل من ربك ليقولن إنا كنا معكم أولئك الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافحين وقال الذين تقروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ونحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لتاذبون وليحملن أتقالهم وأتقالا مع أتقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبس فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأقنهم الصوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلنا آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقوم عبدوا الله واتقوا ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوتانا وتخلقون إفدار إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتوا عند الله الرزق وعبدوه واشكرونه إليه ترجعون وإن تكرروا فقد سيبهم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيس يمنع الله خلق ثم يعيدوا إن ذلك على الله يسير قل سيروا بالأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله انشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجبين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين تطروا بآيات الله ولقائه أولئك يأتوا من رحمتين وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومي إلا أن قالوا اتنوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتقذتم من دون الله أوسانا مودة بينكم في الحياة الجنيعة ثم يوم القيامة يكفو بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من عطرين فآمن له ولوك وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ورعبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذرية النبوة والكتاب وآتيناه أجعه في الجنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين خلوقا إذ قال لقومي إنكم لتأسون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أإنكم لتأسون الرجال وتقطعون السبيل وتأسون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومي إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انترني على القوم المستدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا قالوا إنا مهيكوا أهل هذه القوية إن أهلا كانوا ظالمين قال إن فيها نوقا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجيناه وأهله إن امرأته كانت من الغابرين وقالوا لا تقف ولا تحزن إنا منجيك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء لما كانوا يفتقون ولقد تركنا بها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أقاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخرة ولا تعتوا في الأرض مستدين فكذبوا فأقنتهم الرجبة واصبحوا في دارهم جاثمين وعادوا وتمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبطرين وقارون وفرعون وآمان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فقل لن أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خشفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين استقبوا من دون الله أولياء كمثل عن كبوت استقلت بيتا وإن أغرقنا البوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدرون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضرب عن الناس وما يعقلها إلا العالمون قلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية المؤمنين أسل ما أرحي إليك من الكتاب وعقو الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولن يكون الله يكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادروا أهل الكتاب إلا من يتيه أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا لي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وطوارسا أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومع أولا من يؤمن به وما يجحد الآياتنا إلا الكافرون وما كنت تكفين قبلهم الكتاب ولا تقفوا بيمين إذن لركاب المبطلون بل هو آيات بين جيزي قدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليها آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نبي مبين أولا يكفي أن يأنزلنا عليك الكتاب يسلى عليهم إن في ذلك الرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل تفى بالله بينهم وبينكم شيئا إن يعلم ما بالسماوات والأرض والذين آمنوا بإلاك وتفروا بالله أولئك هم القاتلون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بعثة وهم لا يشعرون واستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم راتعهم العلام من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول بيقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرض واسعة تيايا تعبدون كلنا السنبائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنضيئنهم من الجنة غرطا سجين تحتها الأنهار القالبين فيها نعم أجل العالمين الذين صبروا على الدين يترسلون وتأمن من جابة لا تحمل رزق الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وشق والشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفتون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ما أنس أحياده فأحياده الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعبه وإن الدارة الآخرة لهو الحيوان لو كانوا يعلمون فإن راكموا فيه التلاع الله مخلصين له الجيد ولما نجعهم إلى البر إذا هم يشركون ليتقوا بما آتينهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أننا جعلنا حرما آمنا ويتقطق الناس من حولهم أفد البعض المؤمنون وابنا ما في الله يتقون ومن أغلم من يفتعى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أو كذب جهنم مسوى لكاترين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لما المحسنين لنهدين شكرا